سوف يكون التركيز على المناطق التي تعتقد الولايات المتحدة أنها كانت مركزاً للتدريب ولإطلاق هذه الصواريخ قد تكون العراق أو قد تكون سوريا ولكن في جميع الأحوال إذا ما وجد الرئيس بأن هذه الطائرات أطلقت من مكان معين فهو قد يقصف ذلك المكان إذا كان في العراق ممكن قصف المناطق في العراق في السابق أطلق أو أمر الرئيس بايدن بضرب مواقع في داخل العراق كل ذلك يعتمد على نتيجة المعلومات التي تتوفر للبيت الأبيض قبل قراره بضرب المواقع اشتركوا في القناة